طب خليني اقول لحضرتك ان ده اكيد جيب دعم الاتحاد ما انا برضو عايز اعمل اللينك اللي بيحصل انه احنا غير الفروسية الفروسية قد يكون اللاعب عايش برا هو وحصانه وكل حاجة بيجي مس المصر انا هنا عايز اتكلم اربط ما بين الاتحاد ودوره وبين تحسن اداره معه يعني ايه اللي ممكن الاتحاد يعمله او عمله مع عزمي وبيعمله مع غيره عشان يحسن ارقامه الاتحاد عنده جزئتين مهمين جدا الجزء الاول هو البرنامج الخاص به انت هتتدرب مع المدرب هتطلو خطة هنعمل معسكر في الفترة الفولانية في المكان الفولاني هنسافر نشارك في البطولة الفولانية دي خطة الجزء الاخر وده مهم جدا والدعم المادي الخطة دي بتعرض على اللجنة على اللجنة الولمبية بيدرسوها ويشوفوا ان الكلام ده فعلا حقيقي بترفعوا لوزارة الشباب والرياضة بيرجعوها بيدوا موافقة عليها وبالتالي بنحصل على الدعم الخاص بالخطة الفنية الموضوع الجزئتين دول مهمين جدا لانه مدرب الخاص بعزمي ليه فكر وتوجهات في تدريب العزمي يمكن نقول ان عزمي عنده ناحل فنية عالي جدا وهو تحس ان هو الطالب المكتهد اللي هو بيروح الانتحان ما بيروحش في اي مكان اولا يحب يقعد في فندق غير فندق اللي مقيم في اي حد ثانيا يطلع من الفندق للميدان ينتظر اي مكان فاضي يدخل يضرب فيه المفروض جدول المسابقات جدول البطولات بيبقى فيه في الميدين جدول بيقول انه عزمي هيضرب في اليوم الفنان اللي الساعة كزم في مكان الفنان جدول جدول في احدى الرماء ما بيروحش هو بيبقى واسك بندقيته وقعد مستني المكان اللي يبقى يخش تضرب فيه ايه ده يا جماعة فده بتخليه ان هم مكتهد ومسهل يحتزى به وبالتالي كل الرماء الاخرين لما بيشوفوا كده بيبقوا غيروين ان هم يوصروا نفس المستوى